موسيقى قرابة المليون ومئة ألف دولار قيمة الاتفاقيات الثلاث التي وقعتها مجموعة الاتصالات الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم في مدينة رمالة الاتفاقيات تتجاوز المليون ومئة ألف دولار اليوم ما بين المناح الجامعية والمناح المهنية بالإضافة طبعا مبالغ أثمان اللابتوب لحوالي 130 لابتوب المقدم في شكل سنوي طبعا هذا يضافي للمبلغ الأساسي نحن استثمارنا في التعليم مهم جزء كبير من وزن العمل المجتمعي بروح لدعم قطاع التعليم من أجل إيمان وبأهمية هذا القطاع الاتفاقية الأولى تتمثل في رعاية الإعلان عن نتائج الثانوية وحفل تكريم أوائل الثانوية العامة والكليات والجامعات أما الاتفاقية الثانية ففي مجال التعليم العالي والمنح الدراسية والثالثة مختصة بمنح التعليم المهني ندشن لعلاقة أكثر متانة وأكثر قوة وأكثر صلابة في تجسيد روح العطاء والانتماء لهذا الوطن وأيضا تشجيع مفهوم الترابط ما بين القطاعين العام والخاص ونسن من خلالها سنة حميدة لكل الوزارات وكل القطاعات أن تلتحم من أجل رفعة هذا الوطن وخدمة أبنائنا ولا شك أن هذه الاتفاقيات الثلاث تشكل نقاط محورية في علاقتنا مع مجموعة الاتصالات التي نعتز فيها يذكر أن ثلاثة آلاف وثلاثمائة طالب فلسطيني حصلوا على منح كاملة لدراسة من مجموعة الاتصالات الفلسطينية منذ العام 2010 حيث يأتي ذلك ضمن برامج المسئولية الاجتماعية التي تنفذها الاتصالات الفلسطينية داخل المجتمع الفلسطيني نزر حبش تلفزيون وطلان